اه طاقة الجمود اه طلعت مقلوبة. عم بشوفك عم تتحرك هذا الشهر. اه شوف يا برج الجوزاء. في اشخاص من برج الجوزاء لهم تقريبا اكتر من اه سنتين خلينا نقول او تلت سنين. حاطين الموضوع في بالهم يمكن يكون عمل. بدهم يتركوا العمل وكتير مترددين. اه بدهم يغيروا العمل وكتير مترددين او يمكن بالعاطفة. ما يعني ما متحدد هذا الشي بالطاقة. الطاقة بشكل عام تيجي. اه فعم بشوفك هذا الشهر عم بتقرر واخيرا انك تطلع من هذا الموضوع نهائيا. عم بتحط حد لهذا الموضوع بشكل نهائي عم تتجرأ. شايفي في عندك جرأة كبيرة هذا الشهر من بعد. اه حيرة. اه لازمتك فترة طويلة. عم بتحاول مش بتحاول لا فعلا. عم تقطع الموضوع كله وتختار الشغلين الشغلتين. اكتر شي عم بشوفها انه تغيير عمل. عمل انت كنت كتير ملازمه لك فترة طويلة عم بتغيره او عم تقرر انك تتركه. تغير مجالك. او ممكن يكون على العاطفة. بشكل عام خلينا نشوف لبرج الجوزاء. برج الجوزاء. هاد الشهر في زي ما قلتلك انت راح تاخد قرار كبير. في قرار كبير في حياتك. انت كنت اجلو لك فترة وهيك عم بشوفك بتاخده. تكسر كل شي. يعني راح تكسر كل خلينا نقول مش مبادئك. اه انت دايما برج الجوزاء بتأجل الامور او اه عندك شوية حيرة يعني دايما في عندك اه حيرة بالامور كزا. هاد الشهر لأ عم بشوفك اه بتكسر كل اشيو وتطلع من وكأنك صبرت لفترة طويلة على موضوع معين. على شخص معين. وخلاص انفجرت اه يعني اخدت قرار صارم. اخدت قرار صارم بانك بعد طبعا بعد ما امتلكت كل الادوات انك تاخد هذا القرار. وانا بشوفه قرار سليم جدا لانه الورق كله ايجابي. اه بعد هذا القرار راح تدخل سايكل حياة جديدة. اه بكل الاشكال. كان في اه تغييرات اه يعني على حياتك اليومية العادية. اه راح تحاول تعملها. شايفي فيه شي جديد عم يدخل حياتك. وفيه شي عم يطلع من حياتك. فيه تغيير جذري. اه ما عم بقول هيك تبخيم. لا فعلا. كل الورق عم بقول فيه تغيير جذري من بعد قلتلك فترة طويلة كنت ام اجل موضوع معين. عم بشوف عندك الطاقة الكاملة انك اه تعمل هذا الشي وصبرك كان في محله. اه استنيت لما خلص. اه صار اه خلينا نقول الموضوع بجيبتك او اه انت مكتب مع الموضوع اساسا. يمكن كمان مخبي فلوس او اه فيه فلوس رح تجي لك. شايفي فيه عندك كمان امنية في العمل عم تتحقق. اه فيه شخص كتير زعزك بال بالشغل في ممكن تكون انثى. مو شرط انثى بس الاغلب انها انثى. اه انثى مائية ممكن تكون. مائية او نارية. اه المهم هذا الشخص او ممكن يكون ذكر ما ما دخل. اه هذا الشخص كتير ازاك كتير. على فكرة ممكن يكون كمان ترابي. اه ازاك كتير. اه ولكن عم ياخد يعني عم ياخد مصيبه شوي شوي. عم بتجازع على افعاله شوي شوي. وكعنك خلص قررت تتك يمكن هذا الشغل بسبب هذا الشخص. ممكن. شايفي عندك طاقة انتظار. انا السيناريو كله عم بشوفه عمل. ما بعرف ليش. كله عم بيكون السيناريو عمل. ما عم بشوف عاطفة في هذا السيناريو. رح نفتح طبعا للعاطفة. ولكن يمكن تركيزك كبير هذا الشهر على العمل يا جوزاء. على العمل والمادة. شايفي فيه فرحة فيه شخص من برج الجوزاء ممكن يكون زيك. ممكن يكون هوائي. ممكن يكون ناري او قوس او اسد. اه هدول الاشخاص ازا كنت بتعرف منهم فهو رح يساعدك في هذا الموضوع في موضوع العمل الجديد او الامر الجديد اللي عم اه تعمله. اذا فيه تغيرات في اه او تحضير ممكن لتغيرات معينة. ممكن انك تحضر بشهر اكتوبر لهذا الموضوع وتنفزه بشهر اه نوفمبر. بس التغيير موجود. تغيير موجود بشكل اه كبير. اه شايفي كمان في هذا الكرت ممكن يكون اه حمل عند نساء برج الجوزاء في في فرصة تحمل هاي الفترة خلينا نقول مش بس اكتوبر. انا عم بفتح الاكتوبر بس عم بشوف هلأ الطاقة عم تمتد شوي لنوفمبر. اه فعم بشوف ممكن يكون فيه حمل اما في اكتوبر او نوفمبر. الطاقات اللي عم بتكون عندنا عم بتكون في دلو. اسد. هذا بشوفه قوس. هذا بشوفه جوزاء حتى. انا احيانا بشوفه كروت بشوفها برج معين مع انه ما يعني ما ناس كتير يعني ما ما بتغدنع بس انا بشوف هاي الابراج. اه اكتر الطاقات اه عم بتكون مائية هوائية. ترابية. تشوف بالنسبة للعاطفة بشكل سريع. اوه. زي ما قلتلك هذا شهر القرارات. هذا شهر يعني شهر خلينا نقول صبرت كتير وخلص بكفي. بالنسبة لبرج الجوزاء عم يقلب الطاولة على كل الاصعدة. وكأنه ما خلاص من الانتظار او من الصبر على اشخاص معينين. اه بشكل عام اه اكتر شي بالنسبة لل. بالنسبة للاشخاص العزاب او الارامل او المطلقين. اه شايفي فيه شخص اه معجب فيه شخص مقبل اه جديد. هذا الشخص ممكن تكون طاقة نارية ممكن اه هوائية. ممكن يكون سرطان. هذا الشخص عم براقب اه من بعيد ولكن شايفي رح ياخد خطوة هذا الشهر عم بيفتح معاكم موضوع فيه بايده شغلة ما بعرف عرض زواج او عرض على علاقة جدية لكن بشوف الهيئة جدية العلاقة جدية نوعا ما. شايفيتك عم بتحط كل الامور المشاكل العاطفية تحت اجريك اه انت والشريك اه يعني مبين من الورق انه الاغلب منفصل او على مشاكل مع الحبيب كان بالفترة الماضية. عم بشوفك من بعد العواصف من اه الامواج الهايجة صار فيه مشاكل كتير يعني المبين بالفترة الماضية عم بتحطها كل الهاتف تحت اجريك اه عم اه عم تكون قاعد عالبحر تشرب طبعا هذا بشكل مجازي انا عم بقول يعني ترجمته بكون اه انتوا عارفين اه كيف تترجموا الاوراق. اه عم بتحطوا الاتنيناتكم عم بتحطوا المشاكل اه تحت اجريكم وتمشوا اه عم بتسكتوا اشخاص اه عم بيكون في عم بيكون في استشفاء برضو منطقة سلبية عندك هذا الشهر ممكن يتم على خير هذا الاستشفاء مع هذا الشهر اه او شهر نوفمبر ممكن انك خلاص يتم الاستشفاء عندك اه ازا كنت عم تستنى انك او عم تعمل اه استشفاء لطاقة سلبية معينة فانا بشوف عندك استشفاء ان شاء الله مية بالمية في هاي الفترة في اكتوبر او نوفمبر لانو الطاقة عم تمتد شوي بهاي الورق انا عم بشوف. عم بشوفك سعيد بشكل عام على الناحية اه من الناحية العاطفية. في امنيتين في شغلتين في خبرين اه على الصعيد العاطفي. اتناتهم رح يكونوا متلاحقين. شوف شغلة صغيرة بعدين تيجي الشغل الاكبر. واكنه رجوع بعدين زواج. انا ما بحكي الزواج هلأ رح يتم. ولكن هاي كلها بوادر اه خير او اه قلينا نقول وعود ممكن تكون اه تحضيرات اه اخبار مطمئنة. اه شايف الشريك عم اه بيحملك شي عم بيحملك مفاجأة عم اه شايف رجوع بالنسبة للمنفصلين بشكل عام في اجتماع مع اله الشريك. ولكن هذا اله هذا الاجتماع رح يكون بعد اه بعد اه بعد اخدوا عطا كتير بعد اه مجاكرة قعدتوا فترة طويلة يمكن تجاكرو ببعض اه شايفة لأ اه خلص اه واكنه مليتوا الاثنين من البعد مليتوا من المواضيع البلطة عمل شايفة كل المشاكل كانت عم تصير على امور كتير اه تافهة ولكن كنتوا عم بتكبروها انت او الطرف الثاني طبعا القراءات العاطفية بتكون عكسية احيانا اه شايفة في عندك حتى المال دخل عندك على على الخط هون من كتر ما انت مشغول بالعمل يا جوزاء والماد عم عم يدخل كمان حتى على العاطفة اللي فتحناها فعم بشوف اه في اموال في اموال ممكن تكون من جهة الشريك جاية اذا كنت متزوج اه الشريك رح يصير في عنده زيادة في المادة كمان هذا الكرت بشوف في زواج او بشوف في رجوع في بوادر خير في امور حلوة وفي عندك استشفاء يعني في عندك استشفاء من طاقة سلبية يا جوزاء شكرا